تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب إلى كتاب جديد صنع ضجة في الساحة السياسية والإعلامية حيث اعتبر المفكر والمؤرخ الفرنسي إمانويل تود في كتابه الصادر بعنوان من هو تشالي بأن المسيرة الضخمة التي نظمت في باريس يوم 11 جنفي من أجل الدفاع عن حرية التعبير بأنها معادية للإسلام وأنها أكذوبة واصفا أيضا المشاركين في مسيرة باريس بالأنانيين والكاثوليكيين الجدد حيث أثار كلامه ضجة كبيرة في أوساط الإعلام الفرنسية وفي أوساط الديانة الكاثوليكية بالأخصة التي اتهمها على أنها تقف وراء كل المآسية التي عرفتها فرنسا هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر